أنا أرى أنه قريب وزن مثالي والله والله هي عجيبة مجدي والله أرى أنا أرى الصراحة أنا أرى يوسف أسلم آخر حاجة لأنه لديه كلام كلام بالنوضع ذات كلام كبار اليوم أنا متشرف عبدالله محمد حبيب الصمت في حرم الجمال الله أرى والله شو يا بسارة أنا ممكن أميل للذاكرة الذاكرة لأنه أصلا طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان لما يكون خلاص يكبر يوصل لمرحة من العمى مثلا عمره 50-60 سنة ما سيترى ما سيكون مهتم يعني يكون وزن جسمه مثالي أو وزنه مثالي أو هذه الأمور يعني سيقول لك يا الله يا نون إيش ذاكر حديث بالعكس يعني أنت تحين تشوف كبار السن عندنا إلا من رحمه الله يعني فيه كثير ترى يعني فقط جزء تروح منه معلومات مرة كثيرة علشان كده أنا حختار الذاكرة مجدي قال الذاكرة قال المحضار قال الوزن المثالي طبعا مون وزن المثالي يعني خلاص المخرف لا أكيد وزن المثالي وعقل العقل الطبيعي العقل الطبيعي ذاكرة حديدية يعني الذاكرة جدا حديدية يوسف باسلو والله أنا أشوف كلام سلع برمحضار كلام جميل جدا وكلام الأستاذ مجدي كلام رائع ولكن ولكن المضح في ولكن لا طبيعي تقدم العمر الإنسان يحتاج لصحته والصحة تعني الوزن الجيد لكي يعيش الإنسان حياة طبيعية وإذا عاش الحياة طبيعية فمع التمارين التمارين هذي ترى تغذي الجسم وتغذي الدماغ يعني فحتكون الذاكرة موجودة لأن الجسم المثالي أو الوزن المثالي هيكون فيه تمارين التمارين هذي هتفيد جسمك هتفيد وزنك وأيضا هتفيد الدماغ في النهاية هتجمع الوزن المثالي مع الذاكرة الحديدية لأن الوزن أساسه تمارين أساسه صحة فالصحة إذا كان صحتك كويسة دماغك هكون كويس ذاكرتك هتكون كويسة فالأمور طيب إن شاء الله يعني قصده هو قصده قصده أنه الواحد يروّق الجي ويرفع الدي بس يا سلام بس يروّق الجي الجمجمة ويرفع الدي الدماغ الله عليك طيب صراح هنا يقولي الآن في الإعداد أنه ابتسامة الناصطعة ليس شرط أن ابتسامة هوليود والشغلات هذه لا ابتسامة أن تكون أسنانه سليمة يعرف يأكل يعرف إيشرب يعرف يتكلم ما فيها مشاكل سواء الله يكرمكم الرائحة الكريهة والشغلات هذه هذه معنى كلمة ابتسامة ناصطعة وليس أنه أنه يكون ابتسامة تحول يعني وقد تجتمع كلها في الوزن المثالي يعني فحنا نشوف أنت مصر أن لا تلوك فاعل لا لا الوزن المثالي يعني هيغذي جسمك هيغذي عقلك هيغذي أسنانك يعني الأسنان من الجسم يعني ما هي منفصلة في النهاية أكيد 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 وداكرها منوعين طيبا عشان كده فالوزن المثالي فالصحة المرطيبة إن شاء الله أنت مضايق من حاجة؟ أبد بس عارف أبو سارة والله أنا بديت أميل صراحة البدا يقنعني هو لأنه والله ترى الجسم يكون سليم ترى حتى والله ذاكرته وصحة وكل شيء فيه ترى يكون تماما العقل السليم في الجسم السليم بس وهذا كله ترى والله يرجع لحاجة ترى كثير من الناس فاقدها اللي هي الرياضة ومارسة الرياضة ترى فيه كثير ما يعرف شيء يسمه الرياضة بالذات الناس اللي ما شاء الله تبارك الله زاد في الوزن وكذا يقول لك يا أخي أنا بنحف كل ما تقابلوا يقول لك أنا بنحف طيب أنت ما تأخذ خطوات فعلية عشان أنت تنحف لا أنك تقلل أكلك لا أنك تبعد عن السكريات عن الدهون لا أنك تخش نادي ولا شيء فالصراحة كلام جميل جدا والله هي كلها مترابطة هي كلها مترابطة طبعا شوف أي تصويت قاعد يطلع هنا ترى ما نجبر لكن هو كذا نمط السؤال جاي فتختار شيء إجبالي تتنازل عن شيء مقابل شيء فقط أثناء التصويت فقط ولا تقدر تربط بينها كلها بالراحة إن شاء الله أنا عندي ثلاثة نقاط النقطة الأولى كنت في ماليزيا وكان في مضمار حول الفندق الذي كنا ساكن فيه مضمار كبير جدا تقريبا شيء ثمانية كبير ما شاء الله كبير كبير جدا تتوقع الأشخاص الذين وجدناهم أعمارهم تتراوح بين كم وكم أعطينا الرقم ممكن يكون بين الخمسين وستين يا سلام يكون ما بين الخمس وستين إلى ثمانين ممتاز خمس وثلاثين إلى خمس واربعين هل تتوقعوا يا جماعة خير أن هذا المضمار ما فيه ولا واحد من الشباب كلهم من العمر الذكروا من ستين تطالع كلهم نحاول ندور ما فيه شباب اللي إحنا كنا موجودين وماشا الله تبارك الله بصحتهم هذا رقم واحد رقم اثنين أنا أقول كذلك الوزن بالنسبة لي أنا أشوف الوزن وكثيرين يقول والله ما شاء الله أنت سنابك كله وأنت في النادي وأنت في النادي وأوزنت نزلت وأوزنت نزلت أنا ما أريد أنتفخ خلينا حارب نفسي بدل ما أقول أني مثلا وزنت وأطلع زيادة خمسة كيلو ما أجلس على الخمسة كيلو حديشي خمسة كيلو فوقها ثاني خمسة كيلو ما هكذا إلينا سير بس كويس أن همتك عالية و جالس تتمارس الرياضة و جالس تروح باستمرار و في ناس يعني أنا مثلا اشتركت في نادي ثلاثة شهور من النوادي المعروفة ما شاء الله تبارك خلال التسعين يوم و رحت تسع أيام فقط في ثلاثة شهور يا سلام فهذا دليل ما كان عندي الهمة اللي عندك و لما أنتروح تسع أيام هذه رحت نادي تتمرني ولا بس ترحت تجلس لا و في مرة أنا رحت ممكن لعبت تنس و مشيت أهنيك فالموضوع يحتاج له همة عالية لا أرى أنك ترجع الموضوع إلى الذاكرة حديدة أحسن أفضل ترى الغرض مو تشترك في نادي الغرض أنك تسوي يوميا و لو نصف ساعة والله راح تبيدك بغض النظر عن العمر من عشر سنوات إلى ألف سنة